في ميام الأمريكية وفي حي لتول هافان الذي يشهد تواجد نسبة كبيرة من المواطنين الكوبيين سأل مرسلنا عددا من المواطنين الذين أدلوا بأرائهم حول تقارب الأمريكي الكوبية التقارب سيكون جيدا لكوبا والملايات المتحدة جيد أن نفتح على كوبا لكن الانفتاح سيكون لصالحها فقط أما هذا المواطن فيضيف اتفاق كوبا وأوباما هو لصالح كوبا رأوا الكاسترو يعطي للمواطنين ما يريدونه هذا والسانفت كوبا والملايات المتحدة علاقاتهم الدبلوماسية في تموز يولو من عام 2015 ما سيدع أوباما يزور هافان هذا الأحد في زيارة تأتي بعد نصف قرن من التوترات الدبلوماسية بين البلدين محللة سياسية تقول أعتقد أن ما يستطع أوباما القيام به هو أن يتيح لكوبا فرصة الانضمام إلى المؤسسات المالية الدولية تقوية الاقتصاد الكوبي سيكون في صلب الحدث الحقيقي ويرى الكثيرون أن سياسة أوباما مختلفة عن سلفها ما جعل لها الكثير من المؤيدين والمعارضين أيضا مرسل يورونيوز يقول تغييرات المتابعة في السياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه كوبا بدأت تشهد المرحلة التنفيذية تغيير يحظى بتأييد الأمريكيين والكوبيين وبقية دول أمريكا اللاطنية ما تبقى هي معارضة المتشددين الجمهوريين في الكونغرس ما قد سيتغير عقب انتخابات نوفمبر 22 رجل من التنفيذ والحصول على مستفعدي